من العيار الثقيل وبلغة المكاشفة والمصارحة يطلق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عنوانا أكثر وقعية لما يعيشه عمال العراق عيد العمالة، عيد الويلات هكذا كانت كلمات الصدر بمناسبة الأول من أيار التي يحييها العامل دعما لإنجازات العمال إلا أنها كلمات كشف بها واقعا مأسويا لعدد كبير من عمال العراق الصدر تحدث عن حقيقة العمال مؤكدا أنها حقيقة قاسية حيث يتصلط أصحاب النفوذ من أهل السياسة على حقوق العمال بتقديم أجر زهيد لهم وظفا واقع العامل بالعبودية يركز الصدر على أن العامل أساس بناء الوطن لكنه وقع ضحية التسلط والتحزب والطائفية والفساد يتضح هذا الحديث عندما تكشف الإحصائية عن وجود ستمائة ألف عامل مضمون فقط من أصل نحو ستة ملايين عامل في القطاع الخاص وأربعة ملايين موظف ووجود نحو مليوني شخص عاطل عن العمل زعيم التير الصدري أكد أن خطر الفساد أكبر من تطور التكنولوجيا التي أزاحت جزءا كبيرا من الأيد العاملة وبالدلالة التأكيد على أن ازدهار البلاد لن يتحقق إلا بإرجاع حقوق العمال والعدل بعد أن أصبحت الصورة ما يشبه تغول البيوت الفارهة وأهلها على قوت الشعب كما يقول الصدر يتزامن هذا الحديث الصريح مع حراك غاضب لقطاع كبير من العمال في شوارع العراق رفضا لواقعهم غير المنصف في ظل وجود رواتب دنيا وغياب للإجازات وفرض ساعات عمل طويلة عليهم وكأن لسان حالهم يقول ليت عيد العمال يطوي صفحة الواقع الأليم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر